المهدية مدينة عريقة جذورها ممتدة على امتداد التاريخ ولأن عرفت فترات تاريخية متعاقبة فإن الغموض الذي يكتنف تاريخها قبل العهد الفاطمي والأثار التي وجدت في البحر والحفريات الأثرية برا وبحرا تدل على التواجد الفينيقي والبوني والروماني في تونس لا نجد أثار الفاطميين إلا في المهدية التي تعرف بالجامع الفاطمي الذي شيد على يد المعز اتجهنا إليه عبيرين الثقيفة الكحلة وبين زقاتها الملتوية والأنهش الضيقة أردنا معرفة لما هو على عكس كل المدن الإسلامية لا يوجد في وسط المدينة بل هو بطل على البحر وكيف ينادى هاهنا المصلي إلى الصلاة توجهنا بهذه الأسئلة إلى المصلين علماً وأن على مقربة منه هناك أكثر من ثلاث مساجد ذوي مئتنا توجهنا بطل على شهر ليس بشأن الصمع وهو صمع لنفهم البوك وهو تقشف في أخرى سأل المخبرة الصوت العلق مع الصوت الإجابة كانت بديهية ففي عصرنا هذا تسمع الأصوات ولو كنا في نازلنا ينتظم الجامع في مستطيل عميق ويدعمه من الجانبين بورشان يؤدي رواق الجنوبي الشرقي إلى غرفة الصلاة التي تتكون من تسع بلاطات وثلاثة أساكيبة يتقاطع فيها البلاط الأوسط مع بلاط جدار القبلة ويحتوي جدار القبلة على محراب شكله وزخاريفه الحالية هي نسخة من محراب القرن الخامس للهجرة وكان لهذا الجامع الأثر الكبير على هندسة بعض المساجد الفاطمية في مصر وعلى الأخص جامع الحكم وجامع الأقمار في القاهرة وكيف لا يكون فالجامع الفاطمي شهد عدة تطورات حيث أضاف العثمانيون للمئثنة ثم حوله الإسبانو إلى كنيسة ومن ثم إلى محراب ثم لما جاء هم خارجين من المهدية ضربوا من بحر هدموا الجامع تهدم الجامع كليا حتى الصمع هذه تهدد ضربت ذرت بعد في الفترة الفرنسية تحول إلى استبل هذا الجامع استبل متاع الدواء متاع الفرنسيس وقعد مهدم لكيكا ما يصالوش فيه مدة سنوات طويلة ثم لما خرج الاستعمار الفرنسي تبنى هذا الجامع هذا كله بناء جديد في الستينات في أحد دولة الاستقنال تشوفي كل عمره خمسة وزنة سنة اللي بقى الأثر الوحيدة بقى لهذا الصور البراني هذاك اللي بقى عمره أكثر من ألف سنة أما الجامع هذه كله جديد لأنه تهدم على أخيري فلقوا كل عرص جاءوا الناس كبش يعودوا ابنه في الستيناتا هدوه جاء نحو العرص ومحو المنبر ومحو المحراء وكل شيء بش يعودوا ابنه ومدهو الجديد أما على الأساسات القديمة حفروا 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 ويلقوا أساسات القديمة مع العهد الفاطيح هذا الجامعة القديمة هذا الجامعة القديمة شاهدتك الفاشة هذا الجامعة القديمة مكسر مهدم الصقاف ما تماشا هذا يقبل ما يقع ترميمه في الستيناتا في الستيناتا فهما تقسروا الكل تهدى كل الجامعة على الأثار وبنهو جديد هذا الجامعة بالصمعة مباشرة مع الدولة العثمانية في الفترة العثمانية واضح هذا وقت يبنيه فيه وقت يجده في السحن كل هذا وقت يجده في السحن هاو بالصمعة تصويره أخرى شاهدت الصور أين؟ هاو باب الرئيسي هذا كان كله صور وهذه الصمعة هنا موجودة وهو الجامعة من الداخل على البحر مباشرة هاو بعد تجديد الجامع الفاطمي سنة اثنان وستونة وتسعمائة قبل الترميم لا ننكر الاهتمام الخاصة بنظافة وصيانة هذا المعلم الثالي الرحيم من الداخل هاو هذا المحراب القديمة مع الهد الفاطم والجامعة المقديمة كالسقف الداخل المتعلمات ما زال بسعره لم تؤثر في فكر المهندس الذي يرعاه حالياً فخصائص الفضاء المضعف وهو فضاء الهضوء لا تتقابل وخصائص المسجد المعمرية دون أن ننسى الإهمال التام الذي يعم خارج أسوار هذا المعبد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر